بنفس الطريقة اللي عملنا بها المسألة الأولى تعالى ننزل تحت كده نبص على اليموت والأوتبوت حلاقي هنا مفيش إيموت هو فيه أوتبوت بس طيب إيه الأوتبوت مكتوب فيه إيه مكتوب فيه جملة وفيه هنا رقم خمسين وبعدين تكملة تاني كلام طيب ومكتوب هنا في الكنسترينز إن أنا أستخدم البرينت أف والإنت وإحنا درسناهم طيب في حاجة هنا حعمل إيه هعمل printf وأطبع الكلمة اللي موجودة هنا لكن أنا استخدمت الانت عشان الرقم يبقى أنا عملت انتجر حطيت فيه اسم variable مش مهم طبعا الاسم اللي هتعمله وبعدين حطينا فيه رقم خمسين وطبعت printf فيه جملة بس جيت عند الرقم عملت برسنتج دي وحطيت اسم الـ variable طب أنا ممكن أعمله من غير الانت ده خالص آه ممكن أعمل printf على طول واجي هنا بدل معامل برسنتج دي أكتب كلمة خمسين وده برضو هيخلي الـ program يشتغل عادي هو program بسيط جدا أنا برضو مش محتاج النهاردة أن أنا أقرأ أي حاجة في الانجليزي اللي مكتوب لأن الـ program سهل أقدر أعرفه من الـ input والoutput هنا في output بس يبقى الـ program محتاج printf بس لو زودت عليه int أوكي لو مزودتش خلاص مش مهم طيب عايز أفكرك تاني أن الـ problem solving دي حاجات معقدة حاجات فيها تفاصيل وحاجات فيها تعقيدات طب ليه احنا بندرس الحاجات دي أنا ممكن أتعب لا أنا بدرس الحاجات دي عشان أجيب أخرك في البرمجة يعني إيه؟ أنت حتعل في الحياة وتكسب أكتر حسب عدد المشاكل اللي أنت بتقدر تحلها في اليوم الناس اللي أنت بتشوفهم مثلا زي إيلون ماسك ولا أغنى واحد في العالم طبعا أنا بسجل الفيديو ده أغنى واحد في العالم إيلون ماسك ممكن بعد ما خلص تسجيل أو أنت بتشوف الفيديو يكون فيه واحد تاني هو أغنى واحد في العالم بس تعال كده أنا أخدها أمثلة أي إنسان غني وكبير وعنده منصب كبير ده بيتعامل مع تعقيدات كتير جدا 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 في اليوم problem solving يعني واحد حلال مشاكل بيحل المشاكل على قد ما أنت دماغك تقدر تستحمل مشاكل كتير قوي على قد ما أنت حتكون في position كبير position يعني منصب كبير وعلى قد ما أنت حتكسب كتير لو أنت دماغك أول ما تلاقي مشاكل كتير بتسخن وتتعب وتتدايق وكده لازم تدربها إن هي لأ لما شوف مشاكل كتير لازم أحلها وتصرف ليه؟ لأن هو ده اللي هيخليك إنسان أحسن طب لو أنا لأ أنا قلت لأ أنا والله بطعب أنا كل ما شوف مشاكل بديي وبحس إن أنا دماغي سخنت وفي حاجات مش فاهمها إيه ده أنا مش فاهم كل الكلام المكتوب ده لا 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 أنا مش حقدر أتصرف أنا تعبت اللي بيعمل كده ما بيعليهش بقى في الدنيا بيشتغل في حاجة شغلانا صغيرة بسيطة بيقبض مرتب صغير وخلص وبيعيش كده طبعا كل راح تحر لو أنت مبسوط أن أنت تعيش كده أنت حر خلص أنا أنا شغلتي بس من أنا أعلمك واجيب أخرك يعني أوصلك لأعلى حاجة تقدر توصل لها ده اللي احنا بنعمله في موقع جمال دوت تيك أنا عايزك تاخد أقصى منصب تقدر توصل له عايزك تكسب أكتر مبلغ تقدر تكسبه في حياتك حسب المشاكل اللي بتعرف تحلها في اليوم فدايما problem solving دي عبارة عن مشاكل كتير وانت بقى أحل على قد ما تقدر منها يعني مش عايزك تتعب أو تيقش أو تحس إن إيه ده كل ده أنا مش حارب أفهمه لأ أنا حاخد منه على قد مقدر عشان نجيب آخري أشوف أنا آخري إيه فالمسألة دي طبعا بسيطة جدا لكن هي برضو تسخين على اللي حيجي بعد كده لسه اللي جاي بعد كده حيبقى أصعب شوي